بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ها نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر برنامج المجهر والذي نتناول فيه حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونضع ذلك الحديث تحت المجهر النبوي الشرعي لفضيلة أو لعالم من العلماء الذين يعرفون كما ذكر المولى سبحانه وتعالى عندما يطلب الإنسان العلم أن يطلبه من أهل العلم أن يطلبه من أهل الفضل فنحن وإياكم بين يدي عالم من علماء الأمة الإسلامية فضيلة العلامة أبي بكر العدني بن علي مشهور فأهلا وسهلا بكم أعرضكم الله وبرك الله فيكم ونسأل الله أن يجعلنا ممن ذكرتموهم من هؤلاء الرجال الذين يستفادوا منهم وأيضا نحن نسأل الله أن نجعلنا ممن يستفيد من علم رسول الله ومن كلام الله ومن كل ما يقربنا إلى الله نسأل المولى سبحانه وتعالى ذلك حديثنا لهذه الحلقة هو حديث عن ثوبان أحد الصحابة يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما قال يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعدها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير وفي رواية ثلاث مرات كثير 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 ولكنكم قثاء كغثاء السيل يلقى عليكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت وهذا الحديث قد رواه في سنن أبي داود وفي كثير من الأسانيد المتعددة التي خدمت حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نضع هذا الحديث تحت المجهر النبوي فتفضلوا هذا الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام من الأحاديث المهمة التي نصل إليها من خلال البوابة المعروفة بأم السنة فهذا الحديث واحد من المواضيع المهمة في المتغيرات وعلم المتغيرات فالحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم استباقيا للأمور قبل حدوثها وفي هذا الحديث يتكلم بأسلوب يدل على قرب الشيء يوشكوا من أفعال المقاربة أن تداع عليكم الأمام النظر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمجموعة التي حوله هم ينظرون للنبي باعتباره معهم ويتكلم النبي وكأنهم يعتقدون أن الكلام موجه إليهم والحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كلام يخصهم وأيضا يمتد زمنيا إلى مستقبل الزمان فقال يوشك أن تداع عليكم الأمام كما تداع الأكلة على قصعتها كل لفظة من هذه الألفاظ تدخل في قاموس فقه التحولات بمعنى وهذا الشيء الذي يتفرد به فقه التحولات عن غيره من نماذج الفقه الأصولي فعلماء الأصول تكلموا عن المصطلحات لكنهم لم يضبطوا المصطلحات فقه التحولات ففقه التحولات له مصطلحاته فعندما يقول يوشك أن تداع عليكم أم إذن ينبغي أن ندرس كلمة التداعي في قاموس الإسلام ما هو التداعي؟ معنىها الاجتماع أو الاتفاق على أن تجتمع على شيء كما تداعى الأكلة إذن تصوير عجيب مرتبط بمسألة تتعلق بشهوة الأكل أو شهوة الاستيلة من أجل الأكل وهي الثروات أن تداعى عليكم الأمام الأمام هنا يتكلم بها الأمام الأخرى بالطبع في ذلك العاصر لا توجد ثروات يستطيع الإنسان يقول عنها شيء لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكرها رمزا فقال أن وسيأتي زمان أو وسيأتي عاصر تداعى الأمم وهي التي تريد أن تستثمر الواقع تستثمر الأرض كما تداعى الأكلة على قصعتها هذا إشارة إلى أن العالم العربي والإسلامي يصبح مثل القصعة أي بمعنى عالم متقارب متشابه تحت قبضة واحدة لا يجل استثماره الصحابة قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله ممكن نحن ندافع عن هذا المكان ندافع عن هذا الموطن الذي نحن فيه قال لا أنتم يومئذ وهذا الملحظ كما مر معنا في الأحادث السابقة أنه لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عصرهم ولكن يتكلم عن زمن بعيد في لفظة يومئذ مرة واحدة وفي رواية أخرى ثلاثة مرات إشارة إلى بعد الزمان البعد المرحلي أنتم يومئذ كثير من حيث العدد السكاني من حيث النظام المؤسسي من حيث مظاهر الحياة التي نرى الآن تتكالب الناس عليها ولكن نكون في مسألتين في قرار الحكم وقرار العلم أنتم غثاء كغثاء السيد وهذا تحديد مهم أنتم يومئذ عندما يحصل تداعي الأمم يحصل تداعي الأمم ربما لا يشتغلون بقضية العلم وحدها منهم يمنعونك من علمك لكن يعرفون كيف يهندسون هذا هو أن يوسد الأمر إلى غير كيف يهندسون قضية الحكم كيف يهندسون قضية العلم حتى تأتي المخرجات التي تكون ضمن العالم العربي والإسلامي تخدم الرؤية الشيطانية الإبليسية ولا تخدم الرؤية الشرعية فتظل الناس تشعر أن تصلي وتعبد الله وتتعلم العلم والمدارس تعلم والجامعات تخرج والقرآن يحفظ لكن هو في حقيقة الأمر من حيثيات قرار الحكم ومن حيثيات قرار العلم لا توجد هذه المسألة وهي ما سماها النبي بالغثاء أي أنتم يومئذ في ذلك العصر من حيث موقع قرار الحكم من حيث قرار العلم أنتم غثاء كغثاء السيد أي بمعنى لا تجتمعون على مدافعة لا تجتمعون لا على صيانة الحكم ولا تستطيعون أن توحدوا قضية العلم وهذا ملحظ وواضح في حياة المسلمين هذه يومئذ أنكم تكونوا هكذا هناك قال في الحديث يشيكوا أن تدعى عليكم المؤمن كما تدعى الأكلة على قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيد ثم فسر ذلك طيب لماذا نحن في آخر الزمان نكون هكذا لماذا غثاء كغثاء السيد ماذا قال يلقى يلقى عليكم الوهان نرجع مرة أخرى إلى حديث الأول مبني للمجهول هذه كلمة المبني للمجهول دلالة على أن هناك خلف الكواليس جهات معينة هي التي تصنع هذه المسألة وهذا كلام دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل لا يتكلم بالوضوح لكن يتكلم عن أمر مخفي ولهذا يكون في هذه الحالة تأتي جهات أخرى معينة يلقى عليكم الوهان طيب ما هو الوهان ما نعرف الوهان قالوا ما الوهان يا رسول الله ما هذا التعريف لهذه اللفظة قال حب الدنيا حب الدنيا يأتي عن طريق أساليب التعليم أساليب الثقافة أساليب الإعلام أساليب السياحة أساليب الدعايات كل هذه تدخل في الواقع العربي والإسلامي فتلقي شيء اسمه الوهان أي عدم المبالاة بأمر الدين عدم المبالاة بأمر الجهاد في سبيل الله أو العكس توجد هذا المعنى لكن بأسلوب عكسي توجد الاهتمام بالدين لكن بأسلوب عكسي توجد الاهتمام بالجهاد لكن بأسلوب دمار بمعنى تتغير الضوابط بهذا المعنى وليلقى عليكم الوهن قالوا يا رسول الله ما الوهن قالوا حب الدنيا حب الدنيا دائما نشي إلى ثلاثة أمور يحبها الجيل هذا الذي نعايشه وهي الشهادة والوظيفة والمرتب فهذه الشهادة والوظيفة المرتب هي ملحظ عالمي ما من بلد في العالم إلا ويتعلم فيها طلاب العلم للشهادة والوظيفة المرتب هل هذه الثلاث كانت موجودة في عصر النبي؟ إذن لا بدنا نحدد زمنيا متى ظهر الاهتمام بها فهي جزء من الإلقاء يلقى عليكم الوهن أسلوب الاهتمام بالشهادة والوظيفة والمرتب والتعليم لمجرد الوظائف والتعليم لمجرد الشهادات هذا أمر أخبر عنه النبي أنه من علامات الساعة هو بالطبع ليس عيب في ذاته لكن عيب في غاياته ليس عيب في ذاته كلنا محتاجين نتعلم محتاجين نحمل شهادات محتاجين نتوظف هذا جزء من حياتنا لكن في حد ذاتها على التركيبة التي وضعت من خلال كلمة يلقى عليكم الوهن قد استوعبنا هذا الأمر ليس لأجل إقامة منهج أمة ولكن الأجل تصبح أمة مستتبعة وليس مستتبعة مستتبعة أي تتبع غيرها وهذا قال يلقى عليكم الوهن قال وما الوهن قال وحب الدنيا وكراهية الموت بعض أهل العلم قال كراهية الموت حتى كراهية التأدب بأدب موت النفس قبول الرأي الآخر الشرعي لأن تقوم النفوس ويصبح حالة من حالات التوتر التعليم مكسب توتر في المجتمعات إذا تريد تنظر للتوتر دخول الجامعة انظر المظاهرات داخل الجامعات انظر للقلق الموجود في الأنظمة من طلبة المدارس من طلبة الجامعات من مواقع التعليم الذي يسمونه مواقع التعليم العالي تجد هؤلاء في مرحلة النضج يكونوا علة على المجتمعات التي هي تدرسهم وتعلمهم هنا يلقى عليكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت أي بالمعنى الصحيح على وضعه السديد في رواية أخرى يقول وتنزع المهابة من صدور عدوكم هذا أطم وأعم لأنها ربطت بين الواقع المتفكك وبين الهجمة الخارجية من الأمام لهذا قال تنزع المهابة لاحظوا كلمة تنزع ما قال ينزع الله تنزع المهابة في أسباب عندكم هي مجهولة تؤدي إلى أن لا يكون لكم قيمة اعتبارية في المجتمعات ذاك الذي كان يقوله النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر وكان صوت الإسلام يصل إلى أبعد الأماكن فتتجي الشعوب هذه تنتهي فيصبح الأمة المحمدية تحت إذلال عدوها وهذا ملحظ عقيب في هذا المعنى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزع المهابة من صدور عدوكم صدور عدوكم من قلوبهم صدور عدوكم الجهات الرسمية الكبيرة الأمم المتحدة مجلس الأمن المنظمات الدولية هذه صدور المجتمعات لكنها تستطيع أن تفرض رأيها وشخصيتها وذاتيتها في كل العالم ربما لا تحل مشكلة إلا عبرهم بحيث أن تذهب مننا تلك القيمة الاعتبارية للأمة الإسلامية والعربية وأعتقد أن كثير من مظاهر الواقع وظواهرها تشير إلى ذلك وتدل عليه سيدي هذا الحديث مشحون بكثير من العبارات النبوية التي تعطينا بصيص أمل في هذا الواقع في أن نتدبر المفاهيم النبوية في ختام هذه الحلقة نطلب منكم أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونسأله المعافاة الدينة في أمر الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك من خري ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم الجنة وما يكرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يكرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين المترجم للقناة